قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين وأظهرت بيانات أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 20-29 حققت أكبر المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.8 سنت ليجرى تداولها عند نحو 85.3 سنت هو أعلى مستوى لها في غضون عام تقريبا